السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوع عن الغش في الامتحانات قصة عن الغش في الامتحانات بينما كنت متوجهة للمتوسطة شاهدت مجموعة من التلاميذ يتهامسون ويتبادلون بعض الأوراق وفجأة أدركت أنهم يخططون الغش في الامتحان فانتبني غضب شديد فأردت أن أدعوهم لتجنب هذا الثلوك وأنهاهم قلت لهم يا أصدقائي ألم نتعلم في دروس التربية الإسلامية حرمة الغش فالغش من الأفعال التي نهانا عنها ديننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والغش خيانة للعلم والمعرفة والنجاح الحقيقي لا يأتي إلا من خلال بذل الجهد والمطابرة والتحصيل الجيد اعتمدوا على أنفسكم ولا تعتمدوا على الغش واجهوا الامتحانات بشجاعة ولقد أصبح الغش سلوك مذموم يهدم القيم ويفسد نبدأ المنافسة الشريفة أدعو جميع الطلاب إلى التحلي بالأخلاق الحميدة التي تدفع لإنسان إلى الخير والسعي لتحقيق النجاح بصدق وأمانة وصدق رسولنا حين قال من غشنا فليس منا وأخيرا أقول الغش ظاهرة مخزية يجب الابتعاد عنها ويقول الشاعر إنما الأم والأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا موضوع عن الغش في الامتحانات بنمط سردي وتوجيهي فيه ثرد وفيه توجيه نمط سردي توجيهي لا أعجبكم الفيديو لا تنسوا باللايك والاشتراك 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 للقناة التوجيه من أول في العرض التوجيه يا أصدقائي اسلوب النداء من مواشتراك التوجيه نستخدم اسلوب النداء لوانر والنصح لإرشاد سليب الانشعية النهي والنداء والتعجم وغيرها هنا يا أصدقائي اهتمدوا أمر لا تعتمدوا اهتمدوا على الغش ولا تهتمدوا على الغش واجهوا أمر أدو نصح نمط هنا تسردي وتوجيهه في حجاج بسيط في حجاج هنا وظفنا هنا الشاهد صدقاء رسولنا حين قال من غشنا فليس من الحجاج ده من مواشتراك أن يكون فيه اقتباسات فإحنا اقتبسنا شاهد حديث وكمان قول شاعر ولكن هو فيه يعني مختلط مختلط أطرق فراغ مسافة كلام داية المقدمة وفي بداية العرض وبداية الخاتمة إذا رأيتم موضوع سردي وصفي عن الغش في الامتحانات عن قصة عن الغش موجودة في قنوات تيوب قصص كثيرة عن الغش أنا منزلها لسنة الرابعة وسنة تلتة متوسط سلوك مزموم يهدم القيم ويفسد مبدأ للمنافسة وصف تعبير مجازي من مشارات الوصف قناة تيوب قناة تيوب قناة تيوب ليست واحدة قناة تيوب قناة تيوب تيوب طبعا اتمنى الاشتراك في جميع من قناة تيوب اتمنى الاشتراك في جميع من قناة تيوب شكرا في واحدة شكرا لك و fällt اتمنى ان ستتشتركوا الكثير من فتاح من الاجتماعات والمدخن شكرا جزيلا